بوقعية طبعا مهما اختلفت معاه في وجهة النظر يبقى في الاخر هو المدير الفني قادر واحد بلعبته وقدر واحد بحالتهم ممكن نتكلم عن برضو الكلام اللي انا قلت حضراتكم عليه ليه دايما بعد كاس العالم الاندية بيحصل هبوط في المستوى هو بيكلم عليه وقال ان في بعض الموقف الصعبة ولكن احنا قادرين ان احنا نخرج منها ونحلها مفيش فريق بيمشي بريت مواحد على طول لا بيحصل بعض الاحيان تزبزب فيه طبعا بعض الاسباب برضو حيشوفها اتكلم على انه يعني مش عايز اقول تقييم لان هو اتكلم عن انه بقى له 26 مباراة ومخسرش لحد الوقت غير من واحد من ريال مدريد واحد فلمينجو البرزيلي وماتش الليلال اللي هو يتزعل عليه يتزعل عليه فعلا بس ما عليش برضو مستر كولر احنا النادي الاهلي التعادل بالنسبة لنا في بعض الاوقات بيبقى هزيمة انا بقول ما بختلفش معاه في معظم الكلام اللي قاله ولكن احنا النادي الاهلي اه ما حصلش هزيمة لحد دلوقتي ولكن انا مثلا في الماتشات الدوري نتيجة قلة عدم يعني قلة التركيز من يعني بعض العيبة في الملعب وزهور بعض الاخطاء كلفتنا ان انت تعادلت خمس ماتشات في الدوري وانت كنت الافضل انت كنت الافضل في معظم الفترات فطبعا يعني بالنسبة لنا احنا التعادل بنحس انه هزيمة في بعض الاوقات فالخمس عادلات ده كتير قوي بالنسبة انا بكلم كواحد من جماهير نزيل لكن اتمنى ان الفترة الجاية باذن الله رب العالمي زي ما قال ميستر كولر مواقف صعبة احنا قادرين على التعامل معها وبنستعد المورا من كل الجوه وخصوصا الاستعداد الزهني وبنسبة الاستعداد الزهني ده طبعا فيه دور كبير للجهاز الفني ودور كبير للجهاز الاداري وكان فيه دور للكابتن محمود الخطيب وقعد مع اللعيبة بعد ما تعدلنا مع الداخلية وكابتن الخطيب كان لازم يقعد مع اللعيبة هو بيعود معهم في القوات الصعبة دي وحضر معا الكابتن حسام غالي يقعد مع جزدارة تكلموا مع اللعيبة اتناقشوا معهم في حاجات كتير حفزوهم علشان الاخطاء دي ما ترجعش تاني لان الاخطاء دي بتضيع مجهوتهم هم فالكابتن محمود الخطيب اتكلم على النقطة دي وقال كمان انا عندي سخوة كاملة فيكم انا عندي سخوة كاملة فيكم لان انتوا عندكم الافضل وورتولنا الافضل في القوات كتير جدا 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 فلازم تفضلوا على الحاجة الكويسة اللي عندكم عندنا احنا كجماهير واسخين فيهم وراهم اه بنلوم في بعض الاحيان وبنعات في بعض الاحيان بس اللوم والعتاب ده محبة محبة لانك عايزك تبقى الاحسن وانت عندك الاحسن ووردهول يابل كده ان شاء الله باذن الله بداية بداية الصحوة في البطولة الافريقية دور المجموعات تبدأ من النهاردة وكلنا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني والمنظومة ككل خلصت كلامي هكمل كلامي الفني مع نجومنا الكبرلة هشرفونا بعد شوية كابتن شيف عبد المنعم كابتن علاء ميهوب كابتن قسامة عرابي والكابتن أحمد بلال فاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى انتظرونا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم